السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بمادة النشاط العلمي هذا الفرد ثاني في الدورة الأولى المستوى الخامس ابتدائي دائما نرى نموذج أول لهذا الفرد اليوم سوف نرى نموذج ثاني اجيب صحيح او خطأ التربة وسط حي لتوفرها على الماء والهواء اذا وجود الماء زائد وجود الهواء يجب ان كائنات حية تعيش في التربة وتصبح التربة وسط حي التربة الرملية صالحة للزراعة خطأ لان التربة الرملية تربة غير صالحة للزراعة لانها نفوذة ولا تحتفظ بالماء كلما كانت التربة خصبة كلما زادت ارتفاع او كلما ارتفع انتاج الترواء النباتية صحيح الخصوبة هي اللي تجعله الهواء كبير قطى الأشجار والرعي الجائر ليس لهما اي تأثير على التربة خطأ بالعكس عنده تأثير كبير لانه يؤدي الى تعريت وحدة التربة سؤال ثاني جميلة لتر V دون الكاس دو la proposition correct اني اللي صحيحة غنكتب V واللي خاطأ غنكتب F حيوانات التربة يتواجم لتحفظ لتحفظ الحرارة والضوء خطأ فأنا ادخل لأنه إذا قمنا بتجربة جهاز بأغليز كيف يقوم بتجربة تربة تسخن ويقوم بتجربة الحيوانات التي تعيش في تربة تهرب من الضو ويقوم بتجربة الحيوانات التي تعيش في تربة الميكروفون التي تعيش في تربة تسخن لا تتعجبهم لشالك والحرارة ولا حتى الضوء لا يريد أن يكون الضوء الضوء يوجد تربة 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 لأنه بالنسبة لنا الرامل عندنا الحصاة عندنا الطين إلى آخره كانت الكثير من الزلمون ويقدرون أن نجدهم في الصال سؤال الثالث لقد اتمِم الفراغ بالكلمات التي تمكن تفيدادف في هذه المدينة إذا 그럼 التربة تحتوي على مواد معدنية كالطين والرمل ومواد عضوية كبقايا النباتات والحيوانات التربة وسط حي لتوفرها على الماء والهواء التربة وسط حي لتوفرها على الماء والهواء التربة تنقص جودة التربة وتتفكك بسبب عوامل الحت سؤال الرابع تمرين يعرف تدهور التربة على انه ازالة او ازاحة الطبقة الخارجية السطحية للتربة والتي قد تحدث بشكل باطئ يصعب ملاحظتها نسبيا وربما تحدث على وطيرة متسارعة مما يعطي مؤشر على وجود خطر يهدد التربة الخارجية السطحية 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 من الجائد الفيضان قطع الأشجار الثالث من بين الحلول لتجاوز مشكل تدهور التربة غرس أشجار في جنبات الحقول والطرقات تنزيل هذه الفكرة على أرض الواقع يتعين توفير تربة صالحة للزراعة نغرس مجموعة من الأشجار في جنبات الحقول والطرقات ولكن نريد أن نعرف ما هي التربة المناسبة ثلاثة العينة ثلاثة تربة رملية ثلاثة تربة رملية مختلطة ثلاثة تربة تربة ثلاثة تربة ثلاثة تربة رملية ثلاثة تربة رملية ثلاثة تربة مختلفة يتم تربة أن تربة تربة بصالحة للزراعة احتفظت بكمية الماء التي ستسمح النباتات بأنها تكبر وتعيش على عكس التربة الطينية التي قبضت لنا 90 كلها وخلت غير عشر لأن هذه التربة الطينية تشد الماء كثيرا والنبتة لا يحتاج لكمية الماء كثيرا تربة المناسبة هي التربة الرملية الثانية اضع الرقم من واحد الى ثلاثة حسب نوع التربة الاكثر نفادية هي التربة الرملية الرقم واحد ثم التربة الرملية الرقم اثنان ثم التربة الطينية الرقم ثلاثة احدد التربة الصالحة للزراعة بوضع علامة في الخانة المناسبة هي التربة الرملية الطينية هي الصالحة للزراعة تضع علامة على المكونات اللازمة او اللازمة توفرها في التربة الصالحة للزراعة بالنسبة للتربة الصالحة للزراعة تكون لديها مسامية جيدة يكون لبوغ نفادية متوسطة توفر التهوية ثم كثرة المواد العضوية هذا هو الأمور المهمة التي ستكون في التربة المسامية الجيدة النفادية متوسطة توفر التهوية ثم كثرة المواد العضوية نفادية 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 بالنسبة للنفادية نفادية 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 تربة مختلطة نفادية هذه هي الأجوبة الخاصة بالنموذج نتلقوا فيديو جديد مع نموذج آخر نكونوا في الموعيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة